اشتركوا في القناة من خلال ارتفاع مؤشرات زيادة حالات العنف ووجود نوعية مختلفة من الجرائم البشعة التي ظهرت بشكل كبير على الساحة المحلية مؤخرا من خلال ارتكاب جرائم بشكل بشع ويندى لها الجبين ومن خلال ضيفنا اليوم اللواء حقوقي وليد احمد لشهاب مدير عام مدرية امن محافظة الاحمدي نتعرف على الدور الامني المتمثل في رجال وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها للحد من انتشار الجريمة وكيفية مواجهة الخارجين عن القانون بجانب دور جهات الامن التوعوية دائما استقرار اي بلد يكون عن طريق تطبيق القانون فيه والالتزام وايضا سيادة الامن العام في هذه المنطقة او في البلد وداما نقول ان تضافر الجهود شيء مهم سواء من المواطنين او ايضا من الوافدين وزارة الداخلية لن تعمل الا بجهود الجميع معها ولكن ايضا هناك يمكن جهود كبيرة تقوم فيها وزارة الداخلية من خلال كل الادارات التابعة لها اليوم راح نعرف اكثر واكثر من اللواء حقوقي وليد احمد شهاب مدير عام مديرية امن محافظة الاحمدية راح فيك ونقول لك سعد لي مساك ويا حياك الله معانا في اسيف ونساكم الله بالنور ان شاء الله ويعطيكم العافية يا هلو مرحبا فيك يمكن عندنا امور كثيرة اليوم راح نتكلم فيها معاك ولكن بالبداية خلنا نتكلم اليوم عن اكبر محافظة تقريبا هي محافظة الاحمدي خصوصا ان في مناطق جديدة اليوم اتخلط على هذه المحافظة وصارت في توسعة اكثر فنبي نتكلم عن كيفية المحافظة على امن هذه المحافظة محافظة الاحمدي مع دخول المناطق الجديدة عليها بسم الله الرحمن الرحيم بداية بس احب ابدأ في بداية كلامي اعطي بس فكرة لحضراتكم وبالنسبة حق الحضراتكم وايضا استاذ المشاهدين عن محافظة الاحمدي محافظة الاحمدي تعتبر كمساحة هي تمثل ثلاثين بالامية تقريبا من مساحة دولة الكويت عدد سكان في محافظة الاحمدي تقريبا ما يقارب ما بين ستمية واربعين إلى ستمية وخمسين الف نسمة منهم حوالي ميتين وثلاثين الف نسمة من المواطنين وايضا فيها حوالي خمسة وعشرين منطقة سكنية واذا اضفنا لهم الشاليهات ان شاء الله رح يكونون بنسبة لهم حوالي تسة وعشرين إلى ثلاثين منطقة صحيح اذا بقنا نتكلم عن الضبطيات بشكل عام شنو نوع الضبطيات الاكثر يعني تواجهونها هل هي مخالفين الاقامة او امور ثانية طبعا بالنسبة لنا في محافظة الاحمدي بداية نعمل طبعا وفق خطط مستمرة وطبعا كلها بتوجيهات سيدي معالي النائب الاول رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح وكذلك بتعليمات سعادة فريق وزارة الداخلية الفريق انور عبدالطيف البرجس وبدعم مستمر من توفير الاحتياجات من سيد الوكيل مساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالله ارجيب نتغوم دائما مديرية امن الاحمدي بعمل خطط مستمرة دائما لضبط الامن والمحافظة على الامن والنظام داخل هذه المحافظة لما لها من اعداد كبيرة من المواطنين ومن السكان فايضا في عندنا حملات تفتيشية مستمرة خلال هذه الفترات على مدار الساعة وعمل حملات امنية مفاجئة يتخللها طبعا خلال هذا الوقت عمليات ضبط في منها ما بين الضبط المخدرات او يا اما ان كان بالنسبة حق ضبط المخالفين لقانون الاقامة او لضبط كل ما يخالف القوانين او العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي او القيم الاسلامية او كل ظاهرة سلبية قد تواجه المجتمع تواجه عفو تواجهنا اثناء العمل صحيح مع الامور الحالية اللي قاعدة تصيروا التطورات في المنطقة اكيد ايضا من ضمن الخطط هو شون تعدون رجال الامن للمرحلة الياية او التالية شون ممكن تطورون من امكانياته ومن اداءه في المرحلة الياية احنا عندنا طبعا بالنسبة حق ابناءنا العسكريين سواء الحديثين التخرج او يا اما الموجودين عندنا من السابق عندنا تدريبات مستمرة بالنسبة لهم نسعى دائما الى تدريبهم علميا او تثقيفهم قانونيا وايضا من خلال المحاضرات او من خلال الالتقاء معاهم بصفة مستمرة او بين الحين والاخر كل ما سمع فترة العمل وايضا تثقيفهم ان كانت من ناحية القانونية او ميدانيا والتغاء فيهم على الارض الواقع في الميدان والتواجد الميداني دائما معاهم في ارض الواقع ويمكن الكل يلاحظ وجودنا دائما معاهم حتى من نسبة حق الضباط او القياديين في محافظة الاحمد لنقل الخبرات لنقل الخبرات وتثريبهم ومتابعتهم لامكانية تطبيق القانون على اكمل وجه جيميك اليوم عندكم حملات مكثفة لمخالفين الاقامة وغيرها من المخالفين هل هذه الحملات ممنهجة طبق آلية عمل وخطة زمنية محددة من قبل وزارة الداخلية او من قبلكم كمحافظة الاحمد او لن هذه عن طريق البلاغات او ردود الافعال اللي تصير في الشارع الكويتي احنا عندنا بالنسبة حق المثل ما انت تفضلت انت الحين سؤالك تضمن الشقين هذي لها احنا عندنا نشتغل على هذي لها بالنسبة لهم احيانا يكون في امور تطرع علينا مثل من القيادة من القيادة العليا او من سيدي النائب الاول مع علي النائب الاول رئيس مجلس الوزارة ووزير الداخلية او ان كان سعادة الفريق مثل ما انت اشتغل في بعض المناطق صحيح اللي هي يطرع علينا امور مفاجئة وتعليمات مفاجئة تكون هناك بلاغات يعني هذه تختلف عن البلاغات هذه طبعا بالنسبة للنظماتية تعليمات من فوق من عندنا من القيادة على طول نتوجه بعمل خطط طبعا مباشرة والاستمرار في تطبيقها وعملها ايضا في حالة اذن خلال متابعتنا العمل الامني ومتابعتنا الحالة الامنية في المنطقة او كثرة البلاغات على منطقة معينة يتم اعداد خطة طبعا وعرضها على اعداد خطة امنية عرضها على سيدي النائب الاول او لرئيس مجلس الوزارة او لسعادة الفريق وبالتالي نبدأ بتطبيقها مثل ما انا ذكرت لك في السابق انا عندنا حوالي انا عندنا في محافظة الاحمدية حوالي عندنا خمسة وعشرين الى ثلاثين منطقة او قطاع اقدران اشتغل فيه كل واحدة فيهم لازم لها طابع معين لها ظواهر سلبية معينة ان انا لازم ان انا اقدر طبعها مو كلهم نفس الخطة لان كل منطقة تختلف عن الظواهر السلبية اللي فيها عن المنطقة الاخرى اللي فيها يعني في مناطق مثلا عندنا معروف عنها الاستهتار فيها كثرة الاستهتار والرعونة والرعونة او الازعاج او يا اما البلاغات اللي يأتي اكثر شي بالليل او مثلا التواجد العزاب بالليل او مشاكلهم في بعض المناطق عندنا تواجد العمالة اكثر في طبعا مثل ما انا ذكرت لك حوالي خمسة وعشرين منطقة لازم تسوي حسابك عندك اكثر ما يقل مو اقل من اربعين الى خمسين خطة انت لازم تكون شقال فيها لانه مو دائما خطتك تنفع كل منطقة تتعامل معها بظروفها نعم كل منطقة تتعامل معها بظروفها طبعا بجهود طبعا اخواننا وابنائنا في اللي معايف طبعا في مديرية امن الاحمدي نقوم بتنفيذ الخطة بكل دقة طبعا وتثمر عن نجاحها بإذن الله دائما نعم الله يعطيكم العافية لكن ايضا عندنا يعني احنا ما زلنا نشكو من المخالفين الاقامات في مناطق معينة معروفة في كثرة الوافدين ومخالفة الاقامات خصوصا ان يعني الدير عطتهم فرصة وقتلهم امشوا وضبطوا اموركم ولكن ما زالوا في ناس مخالفة ومنها ممكن المهبولة قاعدين نشوفوا بشكل كبير هذه المنطقة فيها مخالفين الاقامات شو ممكن تحاولونكم تقضون على هذه المشكلة احب بس انا اول شيء اوضح بالنسبة حق منطقة المهبولة او اعطي فكرة بس بسيطة عن منطقة المهبولة منطقة المهبولة صحيحية من اكثر الكثافة السكانية عندنا في منطقة المهبولة بروحها اولا هي ثلاث قطع ثاني شيء هي فيها تقريبا ما يقارب ما بين الامية ستة وتسعين الى ميتين الف نسمة انا كرجل امن اليوم او اشوف من واقع طبعا خبراتنا الموجودة الامنية ما تشكل لنا بالنسبة لنا هالخطورة لان من خلال تعارفنا عليها وتواجدنا فيها ما تشكل هالخطورة اللي انتو مثلا تنظرون لها لان اكثر الشركات من خلال ارض الواقع او التواجد اللي احنا شفنا اكثر الشركات عندها موظفين بالالاف ساكنين في هذه واكثر الشركات تلاقيها تطبق القانون وكل عمالها او كل موظفينها عندهم اقامات سارية صحيح وليس ومو مخالفين فبالتالي انت عندك للتواجد هذا العدد من السكان او الكثافة السكانية هذه يبدأ يتغلغل بينهم بعض المخالفين لقانون الاقامة لعدم الضبط صحيح خلال الفترة يمكن انتو شفتوا خلال الحملة اللي صارت خلال واحنا ما زلنا الى الان مستمرين فيها يعني ولكن خلال الفترة اللي صارت والحملة اللي كانت موجودة تم تقسيم بعدات خطة متكاملة بحضور سيدي النائب الاول لرئيس مجلس الزراع معالي وزير الداخلية الشيخ طرال الخالد مثل ما انت شفت تواجد المستمر كان في منطات المهمولة وزيارته لمتابعة تنفيذ الخطة وايضا سعادة الفريق وتواجدهم المستمر عطى دافع كبير لنا بالنسبة لابنائنا للعمل الدؤوب المستمر على طول المدار الساعة ويمكن الكل لاحظ خلال فترة كصيرة كان لنا انتاج او نشاط وايد كبير تحركات واضحة صحيح وكافحنا هذه الظاهرة خلال فترة جدا بسيطة وجيزة في زمن قياسي تكافحنا فيها خلال هذه المدة اوكار الاماكن اللي فيها الاداب العامة مخالفة الاداب العامة ويمكن كان فيها ما يقارب حوالي ما بين الاربعين للمية وخمسين طبعا امرأة او شخص مخالفين لقانون الاداب العامة طبعا بالتعاون مع اخواننا في المباحث الجنائية وايضا تم احكام السيطرة على المداخل والمخارج الخطوط الطولية والارضية اللي منطقة بعد تقسيمها في وضع الخطة من قبل اخواننا في الادارة العامة للمرور والنجدة وتمضب تقريبا حوالي بما يعادل حوالي الف مخالف او يفوق العدد تقريبا مخالف لقانون الاقامة عندنا مطلوبين ايضا بالنسبة لبعض القضايا الموجودة لكن اللي انا اقول لك ليش ما تشكل بالنسبة لنا انا قلق بالنسبة لامني او انا بحكم يعني خبرتي في الامن ما تشكل لي بالنسبة لي كل المخالفين اللي فيها ليس يعني العدد اللي يذكر جنائيا او المطلوبين جنائيا لا يكاد يعد على الاصابع وقضاياهم هي القضايا العادية إذا نقدر نتأكد لي لواء وليد أن مخالفين الإقامة لا يعتبرون جريمة أو جناية مخالفة إقامة هي مخالفة إدارية فقط وما ترهقكم كوزارة داخلية هي ترهق بالنسبة لك مخالفين وكاستنزاف إلى الموارد التي لديك في الدولة إن كانت بالنسبة للموارد الغذائية أو الطبية أو الاقتصادية أكثر خاصة أنه ليس مصنف من ضمن الشريحة التي تدفع رسوم إلى الدولة فبالتالي هو يرهق ميزانية الدولة لما تنظرها بصفة عامة هو يرهق ميزانية الدولة وأيضا بالنسبة له هو ما مقاعد يعني يفيد الدولة بالنسبة لناحية المادية فبالتالي يعني هذه مخالفة الموجودة بالنسبة لك لكن وهو كجريمة هو ما عنده جريمة يعني ما نقدر يقول يخل بالأمن كثرة المخالفين يخل بالأمن بالفعل إذا ارتكب جريمة أنت عندك ما لا يعني قاعدة أو ما قد يكون في الغالب هو هارب من الكفيل لكن يعني في الغالب قضاياهم مثل ما أنت شفت قليل منهم اللي يرتكب القضايا الكبيرة الجنائية ويمكننا نحن لاحظنا خلال هذه الأمور من خلال القضايا أو الإحصائيات الموجودة عندنا في حال تم ضبط هذه الاعداد من المخالفين اللي قامه شلو الأجراء المتبع مزارة الداخلية؟ طبعاً هو جميع هذه المخالفين يتم التحفظ عليهم بعد تأكد من أنهم مطلوبين ومخالفين لقانون الإقامة ويتم الإتصال بالكفيل ونأخذ منه جواز السفر نأخذ منه الجواز وبالتالي يحال إلى جهة الاختصاص نطلب منها طبعاً تذكرة أنه يعطينا يحضر لنا التذكرة صحيح أو يتم إذا ياب لنا التذكرة يتم إبعادها مباشرة إذا ما ياب طبعاً التذكرة يتم إحالته إلى الإبعاد وبالتالي يبعد وتنزل الغرامة أو يتنزل عقوة التذكرة على الكفيل وإلى حين استخدامها من بالنسبة حق الكفيل نعم نقعد نشوف بعد أخبار أحياناً خصوصاً لقنوات الإخبارية وان حالات كثيرة من انتحار للوافدين كيف ممكن تتعاملون معهم؟ هو الانتحار بالنسبة لهم على هذا العدد اللي أنا قلت لك بالنسبة حق المئات الآلاف الموجودة بالنسبة هي طبعاً هو يوصل إلى كل إنسان عنده قدرات نفسية وقدرات يقدر يتحملها أو لا يتحملها أحياناً لما نشوف هذا المنتحر لما أرجع إلى ظروفه ألاقي بأنه طبعاً أغلبيتهم من المخالفين ما عنده مصدر رزق مشروع ضغوطات الحياة ضغوطات الحياة وأحياناً بعض الكفلة يكون طالب منه وما يشتغل عنده الكفيل بالأساس فبالتالي هذه الضغوطات كلها اللي عليه بالإضافة إلى ضغوطاته في بلده وأبنائه ومحاجة أبناء بحاجة إلى هذه الأمور الضغط النفسي أحياناً مو بعد أحياناً الضغط النفسي هو من يوصل المنتحر إلى هذه الحالة هو طبعاً اليأس من الحياة يعني هذا اللي يوصل للشخص المنتحر وما عنده الوازع الديني فيجدم على مثل هذه الأعمال إذا بغينا نتكلم عن الجريمة الإحصائيات ش تقول هل هي بارتفاع أم قلت إذا بغينا نتكلم عن أربع خمس سنوات ماضية يمكن خلال فترة سابقة ارتفعت نسبة الجريمة كانت مرتفعة ولكن خلال السنوات الماضية من خلال عام 2020 إلى الآن من بعد عام 2020 تلاحظ العمل المتواصل والتنسيق المستمر بين قطاعات وزارة الداخلية والعمل المستمر والحملات الأمنية بتوجيهات من القيادة والاستمرار في هذه الحملات بدون تهاون أثمر عن انخفاض في الإحصائية مالة الجرائم هناك بعض الجرائم من ترتفع نسبها ولكن بصفة عامة لما نتكلم تلاقي دائما في نزول في الجرائم نعم طيب بيتكلم أيضا عن آفة من آفات المجتمع ألا وهي طبعا المخدرات من عمر الدنيا نسمع مخدرات ونسمع بين فترة وفترة ووفات مثلا إيدانة اللي يكون بس الفترة الأخيرة صارت بشكل يعني مرعب يعني لنا احنا كأهالي اليوم في انتشار وكل يوم نسمع خبر وفات أو أنه ضبط وغيرها شلون قاعدين تتعاملون مع هذه الأمور وهذه الآفة طبعا احنا بالنسبة لنا كقطاع الأمن العام احنا نتعامل مع الشارع وتعاملنا احنا دائما مع الشارع صحيح والحالات اللي يمكن حضراتكم تشوفونها بالشارع أو بعض الأشخاص ما احترامي لهم أسوأ ما ممكن أنت يمر عليك بالشارع وأسوأ هو من يتعامل معه اليوم رجل الأمن في الشارع اليوم يمكن في الغانب أيضا بعض الصور أو ما تم نشرة من خلال الفيديوهات في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من الأشخاص اللي يقومون بالتصرفات أو الأعمال العنف الغير طبعا تشوفينها ما لتلاقي إلاها مبرر في الغالبية العظمى كلهم من متعاطين المخدرات وليس بحالته الطبيعية فبالتالي اليوم رجل الأمن قاعد يواجه خطورة كبيرة عشان شديد احنا اليوم نقول بالنسبة حق جميع أبنائنا وبناتنا وجميع المتعاملون في الشارع إذا لف عليك أحد في الشارع لا تحاول أنك أنت تحتك معه أنت عندك رقم سيارة اخذ رقم السيارة وعندك أي شيء تقدر تلجأ لنا احنا هذا شغلنا أن نتعامل أو هذا احنا أساسا شغلنا نتعامل مع هذه الفيه أنتم مدربين يعني للتعامل طبعا أنت تنسى هذه وظيفتي يعني هذا اليوم وظيفتنا احنا في وزارة الداخلية التعامل مع جميع الأنواع أو جميع الشخصيات إن كانت الشخصيات السوية والغير سوية إن كانت الشخصية المعتدلة والشخصية المتعاطية أو المينون أنا يعني محترامي للكل احنا اليوم نتعامل في الشارع بصفة عامة مع العموم هذا شغلنا فبالتالي اليوم نقولك لا تتعامل معه أنت ما تدري شنو عنده بالسيارة نحن من خلال التفتيش بالنسبة حق السيارات لاحظنا في من معه موجود في السيارة عنده سلاح قد يكون والشخص معه سلاح أبيض قد يكون معه ستشين ويمكن أنت في بعض الحالات يمكن أنت شفتها في بعض الأمور اللي هي من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي بيّنت يمكن بعض الأشخاص بالإضافة إلى أيضا لشخص المتعاطي المخدرات أو انتشار آفة المخدرات في الفترة هذه الأخيرة لاحظت أنت التصرفات غير طبيعية صحيح وغير مبررة لأصحاب قائدية المركبات أو بعض التصرفات التي تشوفها في الأسواق أو في الطرق العامة مبالغ فيها مبالغ فيها هذا نعم بالفعل جميل مبالغ فيها لواء وليد اليوم الشريحة كبيرة من الشباب متواجدة في المدارس كطلاب يعني خنتكلم عن المرحلة المتوسطة والثانوية في شراكة ما بينكم وتعاون مع وزارة التربية بخصوص هذه الشريحة اللي موجودة في المدارس خنقول تثقيفهم توعيتهم عن طريق ندوات عن طريق محاضرات لأن اليوم هذه هي شريحة الشباب المستهدفة من قبل تجار المخدرات أو اللي يروجون المخدرات في البلد طبعا فيه بالتأكيد هو فيه تواصل بين الأخواننا في الإدارة العامة للعلاقات العامة ووزارة التربية وإحنا نتكلم آلا من هذا الموقع دائما عندنا حث القيادة عندنا ممثلة في سيدي معالي وزير الداخلية النائب الأول رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأيضا سعادة الفريق دائما حث جميع قطاعات وزارة الداخلية وجميع المسؤولين مد يد المساعدة حق الكل إن كان من ناحية تثقيف أبنائنا وتنبيهم وتعليمهم كل في مجاله يعني أنت اليوم إذا تبي تعطي أو مثلا وزارة الدربية أو المدارس أو وزارة التربية إذا تبي تعطي من أكثر المحاضرات لتثقيف أبنائنا عن المخدرات بمجرد التواصل مع العلاقات العامة راح يتم إرسال من يمثل إدارة العامة لمكافحة المخدرات من أخواننا وربعنا المختصين راح يكون ممكن يعطونهم فكرة عن هذه الأمور لكن ليش وزارة الداخلية تنتظر من الإدارة أن تتواصل معها ليش ما يكون هناك منهج وبرنامج زمني وزيارات لجميع المدارس بجدول محدد يطرح ما بين المنطقة التعليمية منطقة الإحمدية التعليمية والمديرية تسوون جدول كم مدرسة عندكم بالثانويات عندنا 15 ثانوية كل يوم راح نكون إحنا في ثانوية معينة وهذا الجدول وتجهزلون عدد من الطلاب الشريحة المستهدفة وأيضا المرحلة المتوسطة سواء بنات سواء بنين ما شاء الله عندكم أيضا في علاقات العامة يمكن عنصر النسائي متوفر بكثرة فاليوم تقدرون أنتم تسوون جدول ممنهج بدون ما تنتظرون لأن بعض الإدارات قد تسهى عن هذه الأمور تركز على أمور إدارية ثانية وتخفل عن الجانب الأمني والتوعوي والذي هو صراحة بالنسبة لنا مهم جدا بالنسبة لنا حق محافظة بالنسبة لمحافظة الأحمدي خلال لقائي مع سعادة محافظة الأحمدي الشيخ فواز خالد الصباح قبل بدء موسم قبل الموسم الدراسي والسنة الدراسية بالفعل كانت من بين الترتيبات التي تبناها أنها سيكون هناك لقاءات بيننا وبين وزارة التربية بحث منا وطبعا بتوجيهات أيضا مننا ورغبة مننا بأن يكون في تتقيف حق أبنائنا في المدارس وتوعيتهم وليس بس بالنسبة حق قضايا المتعلقة بقضايا المخدرات وإنما بالنسبة حتى حق المظاهر السلبية أو الظواهر السلبية الموجودة في المحافظة الأحمدي بصفة عامة وأيضا بالنسبة حق المناطق المعينة مثل مواضيع الاستهتار ورعونة قيادة المركبات بدون رخصة قيادة هذه الأمور كلها طبعا من الأمور التي تكون موجودة السلبية وتبيان بعض العقوبات لبعض المخالفات على أساس أن هذا الطالب يفهم عقوبة ما سيجري عليه بعد ما يخالف في أي موضوع كان نعم بالفعل تم حاليا التنسيق وجاري التنسيق خلال الفترة الياية إن شاء الله مع المنطقة التعليمية ومنطقة الأحمدية التعليمية بهذا الشأن بإذن الله طبعا نحن الآن الموسم الجديد على الأبواب موسم البر والتخيم والكارفونات والكشتات والله يعينكم علينا الصراحة ويعينهم علينا نبي نعرف الآلية اليوم في ناس ينقسمون بين ناس تحب الكارفونات وقاعدة البحر والجو الحلو في ناس كشتات وتخيم نبي الآلية ضوابط الأمور المسموح فيها والممنوعة عشان يكونون على بيّنة أول شيء أنا أحب أوضح شيء وأتمنى أن هذه الأمور تكون واضحة بالنسبة حق أخواننا اللي بيبون نعوين يخيمون أو يأمن نعوين إنهم يروحون توجهون الشارعات تنتهي حريتك عندما تتعدى على حرية الآخرين صحيح يريت هذه الجملة يكون كل واحد اليوم يقوم فيها يفهمها عدل أحنا شنو نقصد فيها أحنا نقصد فيها تطبيق القانون يجب أنك أحنا مو ضد أنك أنت تستانس صحيح ولا ضد في أنك أنت تكون يعني تكون بممارسة حياتك الطبيعية وتكون أنت في قمة ساعاتك وترفع عن نفسك وترفع عن نفسك صحيح ولكن كل شيء لحدود اليوم أنت تبي تستانس ما نقول لك لا تستانس ولكن لا تتعدى على الآخرين ما يصير اليوم أنت علشان تبي تستانس في الشاليهات لازم الناس كلها لا تنام صح ممعقولة أنا اليوم بعد رايح معاي مثلا أهلي أو والدي أو والدتي بيأخذون يعني بيرتاحون آخر الليل وانت تزعجهم وانت قاعد حاط المسجلة على الأخير الناس ما تنام وانت بينا مثلا يقول لك احنا وله صراحة احنا ضدك لا احنا مو ضد أحد احنا بناء على الشكاوي اللي قاعدتي جاعدين نتوجه وبالفعل قاعدين نشوف أمور مو طبيعية صحيح بالإضافة إلى أن أماكن الكشتات أو يا أما بالنسبة حق الشاليهات واضحة عندنا احنا أساسا حتى بالنسبة حق البحر عندنا تنسيق مع إخواننا في الإدارة العامة الخفر السواحل هذا بالنسبة حق الأمور البحرية بالنسبة حق الشواطئ أيضا عندنا تنسيق مع إخواننا في النجدة وعندنا تنسيق مع إخواننا في المباحث وبالنسبة حق الشاليهات أخواننا في الإدارة العامة للمرور لحفظ الأمن والنظام بالنسبة لجميع مرتادي الطرق والمتواجدين للحفاظ على أرواحهم ومبتلكاتهم ويعني توفير كل سبول الراحة بالنسبة لهم فإنهم يكونون مرتاحين فبالتالي أنا اليوم مسؤول عن هذه هذه الراحة. إحنا ما نقصد أن نتكلم أن الراحة لازم أنا أشد على بعج الناس. لا بس أنت مرات تشوف أمور يعني. صح. نعم. يعني ما يصير أنت اليوم تبينا بعد. إحنا نسكت لما يشوف وك أنت في هذه الحالات. لكن أنا أتكلم بالنسبة لحق الشاليهات في النظم. في آداب عام ما يجب أن تلتزم. في احترام للعادات والتقاليد والقيم الإسلامية يجب أن تحترم. نعم. أي تجاوز في هذه الأمور إحنا طبعا بالنسبة لنا عندنا دعم من سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح من وقت اللي كان موجود معنا في متولي حقيبة وزارة الداخلية مكافحة جميع الظواهر السلبية وكل ما يخالف العادات والتقاليد والقيم الإسلامية والتصدي لها بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية كاملة مع احترام المواطنين أو احترام الشخص المخالف فبالتالي هذه القاعدة احنا حفظناها منك احترام المواطن مع تطبيق القانون بكل حزم صحيح فبالتالي أنا اليوم ملتزم بهذه الأمور ملتزم أني أنا أطبق قانون وملتزم بهذه القاعدة بالذات أني أنا لما ألاقي أنا يعني مو أي شخص عادي ما أعطينا الجرين لايت هذا فإنك أنت تطبيق قانون فبالتالي اليوم يجب أن يكون فيه احترام حق القوانين عدم مخالفة الأداب العامة وإن كان حتى بالمخيمات أنا ما أتكلم بس بالنسبة حق الشاليهات نعم أكيد وأجار الشاليهات وأنا من الحين أقول رجاءا يعني أخواننا وأبنائنا الأصحاب الشاليهات اللي قاعد يأجر لا يأجر حق عزاب صحيح لأن أنت ما تدري في يمك عائلات يعني لا تنسى في يمك عائلات لا تزعج العائلات نعم وأيضا بنسبة حق المخيمات استانس ما نقولك لا ولكن بحدود الأدب يعني خلك محافظة على أداب العامة صحيح هذه المطالب هي مطالب كل من يقيم على هذه الأرض نعم هذا اللي يحفظ لنا الأمن ويستتد في الأمن دائما وأكيد ما فيه عليه خلاف لكن اليوم ذكرت قبل شوي لو أوليد على القوانين هل هناك حاجة لسن قوانين جديدة وتشريعات قوانين جديدة تدعمكم وتصبح لكم أدوات قوية لتطبيقها على أرض الواقع بصراحة يعني أنا أكلمك من وجهة نظري الشخصية ومن خلال عملي نرى أنه يجب أن يكون هناك قانون بالفعل رادع لكل من يجعل عندك كفيل أو يكفي الشخص ما يجدد له إقامته أو يسمح له بالعمل لدى الغير ويجب أن يكون فيه غرامة يعني بالفعل غرامة كبيرة على المولوك وأنا أتمنى أنه لو كانت هم أفروضة وأنا أتقدم من بعدها أتقدم طبعا تقدمت سابقا وستقدم لاحقا أيضا فيه مقترح بتغليض العقوبة وأن يكون فيه غرامة كبيرة بالنسبة عنك تتعدى طبعا الألف دينار لأن نحن ندري في بعض الكفيل الذي يحمل العامل للأثنين للكفيل اللي يجيب عامل ويتركه هذا واحد ويخليه يشتغل براه وللعامل وللعامل عفواً مو للعامل للكفيل اللي يشقل عنده واحد ما على كفالته العامل ما عنده العامل دائما ما عنده ترى شيء عشان يروحه هو يريد أن يترزق الله إذن هذه الجزئية تطلب تشريع قانون نغلط العقوبة على الكفيل القديم والشخص اللي خنقول يعني يستقطب مثل هذه العمالة السائبة اللي مالها إقامة في البلد اليوم هذه الرسالة نوجهه إلى مجلس الأمة ونواب مجلس الأمة واتوقع لجنة وزارة الداخلية والدفاع يجب أن ترى في موضوع القوانين وتشرع قوانين جديدة تواكب الأحداث اللي قاعدة تصير في البلد لأن اليوم وليد كل أمور تغيرت يعني المخالفات الأمنية تغيرت خنقول الثقافة في البلد تغيرت فيجب أن نواكب مثل ما تقول هذه خنقول التغيرات بسن قوانين جديدة نعم نعم وبرأينا طبعا هذه بنسبة حقه كل الغرامات أو المخالفات اللي حظتك تشوفها الآن إذا هي تنظرت لها هي موجودة من سنوات طويلة صحيح فأصبح اليوم أنت لما تيجي تقول لي على مخالفات بهذه المبالغ مثلا مثال مخالفات مرورية بهذه المبالغ اليوم أنت بالنسبة حق الكفيل المخالفات بالنسبة حق الكفيل اللي حاليا الموجودة اللي ييب العامل ويتركها بره ترى ما في مخالفات قوية بالنسبة له اليوم من خلال عملنا من خلال أنا أكلمك من واقع أنا أشتغل يومي العدد الكبير اللي أنت تشوفه المخالفين في الطرق العامة اليوم يمكن ثلاثة أرباعهم هما مادة عشرين الخدم يعني اليوم أنت لما تروح المناطق عندك في بعض المناطق يمكن مو بس محافظة الأحمدي أنا أتكلم عن المحافظات بصفة عامة مادة عشرين لازم يكون خادم مادة عشرين خادم مادة داخل البيت صحيح وطبعا دائما أنت كل ما تمسكها قال لك الكفيلة أنا اليوم معطي لا اليوم الويكند زين عنا تركنا ما قمنا تسوي حملاتنا في الويكند قمنا نروح أيام الأسبوع صار الويكند طول الويكند يقول لك هذا الشيء طول الأسبوع عنده ويكند طول الأسبوع عنده هو ويكند طبعا قمنا نحقق معهم بس أنا بس عشان أعطيك في واقعة معينة في واقعة معينة يمكن أنا كانت في عندي واقعة في كانت في أثناء في حملة من الحملات التفتشية وتم بالفعل ضبط مجموعة من يعني تخيل أنت في واقعة وحدة مجموعة تقعدين اللعبون أقمار وتم ضبطهم دفعة وحدة مع بعض كانوا عشرين شخص كم تتوقع المادة عشرين وكم تتوقع مادة ثمانتح نصف نصفهم مادة عشرين نصفهم أنت تقول مادة الصراحة يمكن فوق تخيل أنا اللي عندي إلى الآن حافظ الرقم تسعتعش شخص مادة عشرين وبس واحد والآن نحافظ أنا على شركة مادات طبية لأنه لا يوجد خير تخيل إلى الآن كثرة الأعداد الخدم مادة عشرين لا يحدث ولا تقول لك ترزق الله تقدر تعطيه طالما أنت بتسوي خير أعطيه يروح ديرته أنت تذكره وأنت تفعله وين عمل الخير اللي أنت بتسويه لي فهو بس أنه مسوي له إقامة ومخله بس يقول لك ترزق الله ما ترزق الله؟ لا ترزق الله بالطريقة القانونية ترزق الله بالطريقة القانونية مثل ما تفضل ويمكن مثل ما أنت سمعت مثل ما أنت سمعت من سيدي معالي وزير الداخلية النهاب الأول رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية الشيخ طلال خالد في حضوره عندي حضوره في منطقة المهبولة قال من يلتزم بالقوانين ومن سيكون لتزم بالعادات والتقاليد والقيم الإسلامية ويلتزم بالقوانين حياها الله صحيح يترزق الله في هذه الديرة لكن إذا كان مخالف لا يبقى يروح ديرته يقدر يخالف في ديرته صحيح ويطن في كثير من العمالة التي على أساس أنها خادمة أو خادم أو سائق وبالنهاية هو يقعد له ثلاث تشريم معلت شمعاش وأساساً هو يكون يبي يشتغل برا فهني الكفيل يعني لا حل ولا قوى مغير أنه هو يبلغ والشيء اللي احنا يعني اليوم أنا ككفيل اليوم لو تنحاش الخدامة رح يضيك خلقنا هم نحاشها وهم أنا مدودها بدونها وتابين يحجز لها تذكرة هذا أكثر شيء احنا يضيك خلقنا الصراحة ونتكلم فيه يعني ففي بعض الأمور ما نلقل لهم كلها على الكفيل نخليها بين الطرفين تقدرين تسوي بينك وبينها عقد أول ماتي إذا نحاشت خلال هذه الفترة تلجئين للمحكمة طالبينها بالمبارغات بعد أسوي لها أك حجزي عليها بالمبارغة ممكن صح ممكن صح نمكن نبي ننتقل من الجانب الأمني شوي نروح على الجانب الرياضي أكيد عندكم أنشطة كثيرة من الجالب الرياضي لوزارة الداخلية بالفترة المقبلة طبعاً بصفتي رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بالنسبة لنا حق الفترة المقبلة حق الرياضة اجتمعنا خلال الفترة السابقة أنا مع أخواني أعضاء مجلس الإدارة في اتحاد الشرطة الرياضي والسيد مدير الاتحاد سيد أمان بهباني واجتمعنا بالفعل وحطينا الخطة الياية بالنسبة حق الأنشطة والبرنامج الزمني للرياضة أو الأنشطة الرياضية اللي خلال هذا الموسم أو الموسم المقبل إن شاء الله رح يكون فيه عندنا استمرار حق المباريات وتقريباً رح تكون شهرية خاصةً الأجواء بدأت تتحسن وبداية الموسم الرياضي حتى حق دوري الوزارات عندنا طبعاً مباريات أو عندنا مشاركات رح تكون على مستوى وزارة الداخلية دوري القطاعات دوري القطاعات في جميع الألعاب إن كانت بالنسبة حق كرة قدم الصالات أو كرة القدم طبعاً الشاطية والسكواش وجميع الألعاب والسباحة صحيح وأيضاً بالنسبة لنا عندنا دوري الوزارات رح نشارك في دوري الوزارات أيضاً وأيضاً إذا كأياتنا طبعاً بعد مشاركات خليجية أو عربية إن شاء الله بإذن الله رح نشارك فيها طبعاً خلصنا البرنامج ورح نبدأ فيه إن شاء الله خلال الشهر القادم أو نهاية هذا الشهر إن شاء الله جميل المشاركات الدولية مثل ما نعرف شيخ خمد النوافو هو رئيس الاتحاد الدولي واليوم الكويت تمتلكون خنقول رياضيين مميزين في وزارة الداخلية ما نشوف مشاركاتكم الخارجية معنا فيه هناك فعاليات وإنشطة خارجية ما أدري تشاركون ولا ليحنا ما نسمع صراحة طبعاً بداية بالنسبة حق طبعاً سيدي سموه رئيس مجلس الزراء الشيخ أحمد النوافو الصباح بس لا أعطيك فكرة عن وضع اتحاد الشرطة هو طبعاً كان في اتحاد الشرطة منذ عام 96 حتى عام 2002 هو في استلم عدة مناصب في اتحاد الشرطة ثم استلم رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في 2008 إلى 2014 خلال هذه الفترة تشرفت بأنني أنا أكون عضو في مجلس الإدارة معاه وطبعاً سموه رئيس مجلس الزراء الشيخ أحمد يعتبر بالنسبة لنا مدرسة تتعلم منها خلال هذه المور أنا بصفة شخصية تعلمت منها الكثير بالنسبة حق الرياضة والأمور الرياضية اللي احنا نقدر نقوم فيها خلال هذه الفترة اللي هو استلم فيها رئاسة الاتحاد الشرطة ترشح إلى رئاسة الاتحاد الدولي في 2010 واستلم رئاسة الاتحاد الدولي في عام 2010 خلفاً للمرحوم الفريق المتقاعد عبد الحميد الحجي الله يرحمه الله يرحمه أبو خالد وأيضاً استمر خلال هذه الفترة تطور فيها الاتحاد الدولي تطور كبير وملحوظ بالنسبة لاتحاد الدولي انضمنا العديد من الدول الأوروبية والدول العربية اللي ما كانت موجودة أصلاً بالسابق وتوسع وانتشر في الدول بصفة عامة إلى اليوم في مشاركات ومطالبات بالنسبة حق الدول لانضمام إلى الاتحاد الدولي وأيضاً أنا عضو في المكتب التنفيذ في عضو في اللزنة الفنية في الاتحاد الدولي مع الشيخ أحمد سمو الرئيس فخلال هذه الفترة أيضاً يحسب لسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء أن استحدث أو نقدر نقول أنشأ الرياضة الأولمبية في الشرطية بس سابق ما كان فيه الرياضة الأولمبية الشرطية صحيح وبالفعل قد يكون غابت عن الناحية الإعلامية بالفعل لكن احنا شاركنا في بطولات دولية في كازان اللي هي في تترستان شاركنا فيها بطولات ألعاب قوة وشاركنا أيضاً في الإمارات شاركنا في دول أوروبية وآخر مشاركة كانت لنا في عام 2019 قبل جائحة كورونا وحقق الفريق عندنا الفرق الرياضية للشرطة حققت المراكز متقدمة في البطولة في ميلان في إيطاليا في عام 2019 ويد جائحة كورونا وقفتنا عن المشاركات خلال هذه الفترة هذا جميل هناك مشاركات دولية نعم هناك مشاركات دولية كل شكر لك لواء حقوقي وليد شهاب على وجودك اليوم معنا وتوضيحك لأمور كثيرة اليوم نحن معاكم كمواطنين ومقيمين أكيد قلبا وقالبا لكل ما تعملون من تطبيق القانون وهذا من واجبكم ويثبت الأمن وفي النهاية وجود الأمن في المنطقة وجود الأمن في الكويت يعطي استقرار للجميع على قراتهم عيش واحد يعيش عيشة هنية ومرتاح وينام قرير العين وهذا دائما ما عهدنا عليكم كل شكر لك العفو وحياكم الله ويعطيكم العافية واسمحونا يا هلو مرحبا فيك نورتنا وتشرفنا بوجودك معنا أكيد وقواكم الله طبعا نحن مستمرين معاكم بس نطلع معاكم فاصل وبعد الفاصل راح تكون معاكم فقرة منشن تابعوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة